المباراة المقبلة اليوم وطبعا تم تحسيس جميع بهذا الدور ديالهم وكذلك جميع المناطق ستشارك في هذا العمل النظامي وذلك بالتأطير وكذلك وضع سدود لمنع مرور القاصرين والأشخاص الغير مرغوب فيهم المركب الرياضي يوم السبت المقبل طبعا كين أعداد كبيرة لغادة شارك في هذا العمل النظامي سواء المحلية أو كدعم من المديرية العامة الأمن الوطني عنصر بشاري أو كذلك وسائل لوجيستيكية هاتش يكون شي يتخذ بعيد الأتبار كذلك تحسيس ديال الجميع بالمهام ديالهم والعمل ديالناك يكون طبعا ليس مرتبطا بنفس اليوم بل هو عنده كما شرت لكم عنده أسبوع ديال تهيئ أسبوع ديال الطير ديال العناصر باش الكل يكون في الموعيد طبعا يوم السبت غادة تبدأ العمل النظامي غادة يبدأ في ساعات مبكرة بوضع سدود على مستوى كافة المسالك المؤدي المركب الرياضي والعدد ديالها حوالي 12 سد هاد السدود هدي الدور دياله هو أنه يمنع الولوج ديال الأشخاص اللي ما عندهم اشتذاكير اللي ما أخذوا اشتذاكير ديالهم فهذا السدود هاد هو الدور ديالها أولا منع ولوج الأشخاص اللي ما عندهم اشتذاكير ثانيا تفتيش أولي تفتيش أولي وهذا العملية التي تفتيش كي يخضع لها الجميع سواء العنصر النسوي أو كذلك الذكور ما كي تسنحت شي واحد ما يمكنش نسمحه لشي واحد بإدخال أي شيء اللي هو محضور لمنوع سواء وطنيا أو دوليا السلحة البيضاء اللي في ميجان كذلك بعض اللافتات اللي لا علاقة لها بالرياضة عموما هادش كل شيء كي يتمنع في إطار هذه العملية ديال التفتيش اشتركوا في القناة